الفنان ستيفن روستي هو الفنان الوحيد اللي في العالم اللي حضر جنسته بنفسه وعرف وقتها مين اللي بيحبه من قلبه فعلا ومين اللي مهتمش وتحولت جنسته في لحظات لزغاريت من ماري مونيب ونجوة سالم ستيفن روستي تولد سنة 1891 في مصر لأب نمساوي وأم إطالية وعاش حياته في حي شبرى وفي الابتدائية سعد باشا زغلول شاهد على أول عمل غير أخلاقي ليه مع مدرس اللغة الإنجليزية ولما كبر حاول يكفر عن غلطته ودور عن مدرس وما لقهوش ستيفن عاش حياته رافض الجواز لحد ما قابل بنت إطالية اسمها مارينا وتجوزها وأنجب منها توقم بس بعد فترة دخلت في أزمة بسبب اللي حصل لولادها يا ترى إيه اللي حصل لولاده وإزاي حضر جنسته وهو عايش والغلطة اللي عملها قدام سعد زغلول